قراغاتك العامة أنت في هذه الفترة تشعر بالحرية تشعر بأنك تريد أن تعيش حياتك بتفاؤل، بأمل، بقرارات تأخذها لنفسك أنت تعيش حياتك فرح تعمل ماذا تريد قراراتك من رأسك لا أحد يشاركك بها وأنت متصالح مع نفسك في هذه الفترة وتحب أن تكون هكذا أنت غير منزعج من هذا الأمر بما أنك أنت لوحدك في هذه الفترة أنت متصالح مع نفسك أنت ترى بأن الحبيب قد قطع معك بالكلام وهو طلب منك الانفصال ربما كنتما في زواج وقد حصل بينكما طلاق أو انفسار في هذه الفترة ولكن الحبيب هو يظهر لك بأنه غير مهتم الحبيب ولكنه هو يراقبك من بعيد لبعيد يستعلم عن أخبارك بطريقة مخفية دون أن تعلم أنت بهذا ولكنه ما زال مهتم بك جدا هو ربما قد يكون في علاقة أخرى في هذه الفترة ربما قد يكون قد تعرف على شخص آخر ولكنه هذا الإنسان هذا الحبيب هو شخص منهار نفسيا هو حزين وكئيب وخائف وربما كان مريض في الفترة الماضية وخرج من مشفى أو ربما كان في سجن وخرج من السجن هو متعب نفسيا لدرجة عالية عنده اكتئاب هذا الشخص متعب جدا ربما هو في حالة أيضا في حالة إدمان ربما هو جدا في حالة إدمان أعتذر أصدقائي عن انقطاع إذن أنت في طاقة عمل كما قلت وفي طاقة اهتمام بأعمالك ونجاحاتك وأنت اهتمام بأن تكون مع أصدقائك أو أنت متعرف على شخص في عملك أنت احتماله أن تكون أنت وهذا الحبيب في نفس مكان الأعمال إذن الحبيب طاقة الحبيب هو يشعر بالحزن الشديد على فراغك إذا كنتم متخاصمين كما ظهرت لي في الطاقة العامة أنتم في انفصال وقد طلب منك هذا الشخص الانفصال أنت هو هذا الشخص يشعر بالحزن الشديد على الشيء الذي حصل بينكما كان لا يريد أن تصل بينكما هذه الأمور إلى هذه الدرجة لكن قد حصل هذا الشيء بأمر فوق طاقته هو يشعر بالندم ويريد أن يعرف أخبارك ويستقصي عن أخبارك من أي شخص آخر وربما هذا الإدمان العاطفي عنده ظهر لنا في الطاقة العامة هو في حالة إدمان ربما كان في إدمان عاطفي على حبك وهو مفتقدك لدرجة عالية الآن وإحتمال بأنه بعد فقدانه لك هو قد تحول إلى شخص آخر أصبح في هذه الطاقة أصبح شخص خائف قليل الثقة في نفسه مقتئب جدا هو ربما أصبح يتعاطى أنواع من الإدمانات بسبب حزنه الشديد على فراقك مشاعرك باتجاه الحبيب أنت ترى بأن هذا الحبيب مثل السحر مثل السحر هو سحرك يسحرك بجماله برقتك تشعر بأنه يستطيع أن يشفي جراحك أن يداويك أن يقدم لك الحب عنده كل ما تحتاجه تشعر بأنه يمتلك كل شيء أنت بحاجة إليه هو إنسان جدا روحاني إنسان طيب القلب إنسان صادق بمشاعره إنسان قوي قادر على السيطرة قادر على التحكم بعصابه تشعر بأنه يستطيع أن يحصل على المال بالطريقة سريعة يستطيع عملي جدا كل الأشياء الجميلة التي يتمنى إنسان في أي شخص آخر أنت تشعر بأنك تجده في هذا الشخص ومشاعر هذا الحبيب باتجاهك هو يشعر بأنك قد كنت قاسي معه ربما أنت تصرفت بطريقة قوية معه ربما تكلمت عليه أحدا على أحد وأصبحت بينكم كلام وأخذ عطاء وثرثرة وقال هكذا وقلت هكذا والأمر تفاقم بينكم والمشكلة تصاعدت بينكم وهو لم يكن يعرف أن هذه ستكون هذه النتيجة هو لم يكن كما قلت يعلم بأن هذه النتيجة ستحصل بسبب هذا الكلام كما قلت أنت ربما قلت كلام قاثي قد جرح هذا الشخص وأدى إلى أنه قد طلب منك الطلاق أو الانفصال بعد ذلك وهكذا يشعر ليس بالضرورة أن شعوره أو مشاعره باتجاهك هو يشعر أنها تكون حقيقة ولكن هذه هي مشاعره يرى الحبيب بأنك أنت إنسان صادق طيب القلب صادق من مشاعرك وأحسيسك ويراك بأنك إنسان عاقل وناضش ومتزم متزم بطريقة كبيرة بالمناسبة هذه الأبراج أنا أنسى دائما الأبراج أعذروني لكن هذه الأبراج في هذه الحالة هي برج السرطان برج العذراء برج الحوت برج العذراء مرة أخرى برج الميزان وبرج الجدي قلنا برج العقرب أيضا كما قلت أنه يراك أنت إنسان متزم ومتوازن بعقلك وقلبك يشعر بمشاعر فياضة باتجاهك يراك بأنك تحبه ويرى أنك تعطيه الحب بدون مقابل هو يشعر بحبك الكبير لهو بعقلك الكبير وبقدرتك على أخذ القرار بطريقة عقلانية جدا أنت تعطيه العاطفة وتعطيه الحب الذي يتمناه أي شخص هو هكذا يراك نوايا الحبيب في الأيام القادمة هو ينوي أن يتباعد قليلا عنك هو ينوي أن يعيش أو أن يقف جلسة مع النفس يبتعد عن كل من حوله يريد أن يحاول أن يختار يريد أن يصل إلى قرار يرضي جميع الأطراف يرضيك ويرضيه ويرضى جميع الأطراف هو يريد أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه إذا كان هذا الأمر صح وهذا التصرف الذي قام به صحيح أم لا هو جدا كما قلت جدا حزين وجدا متعب عنده اكتئاب شديد في هذه الفترة وربما يكون قد مبتعد عن الناس في هذه الفترة بسبب الاكتئاب والخوف الشديد من الشيء وعدم الثقة من أي شخص آخر من الأشياء التي حصلت بينكما ربما أنتما كنتما في علاقة ثلاثية وقد كان هذا الحبيب باني عليك أمال كبيرة ويحبك بشكل كبير وقد ظهرت في حياتكما علاقة ثلاثية أدت إلى انهيار كل شيء وهو لم يرضى بأن يكون معك مع طرف آخر وهو فطلب منك الطلاق وهو في هذا الوقت يريد أن يكون مبتعد هو لا يريد أن هو لا ينوي على أن يبادر أو يقوم بأي خطوة الحبيب هو في الخطوة القادمة هو سينتظرك أنت لكي تصالحه هو لا ينوي على عمل أي شيء هو فقط ينوي على الانتظار والترقب ومراقبة ماذا ما هي مجريات الأمور التي ستحصل وماذا ستحصل بينكما إن كنت تريد أن تعود إليه فهو سيكون بانتظارك وهذه البطاقة تقول لنا بأن هذه النتائج ستكون إيجابية على الأغلب نتائج هذه الخطوة القادمة نتائجها الانتظار الذي سيدوم سيكون سيكون مثمر بعد فترة ربما هذه البطاقة بعد سبعة أيام إن شاء الله يكون هناك حل لهذه الأمور لأن هذه البطاقة تكون معنا لعشرة أيام قادمة وهذه تدلنا احتمال في الأسبوع القادم إن شاء الله هو سيكون مترقب ومنتظر منك أي خطوة أي خطوة منك ولكنه لا يريد أن يقوم بأي خطوة إلا أنت أن تقوم هذه العلاقة في هذه الفترة في الفترة القادمة سيكون فيها انتظار فقط انتظار هذا الشخص هذا الشخص ربما حصل بينكم مشاكل من فترة طويلة وقد بعد عنك ورجع ثم بعد ورجع ولكنه في هذا الفترة هو ينتظر منك هو على استعداد كامل ليقوم بأي خطوة ليرجع إليك ولكنه هو يريد منك أن تعطيه الإشارة أن تعبر له أن تظهر له مشاعرك تقول له بأنك ما زلت تحبه وما زلت تكون له مشاعر صادقة هو لا ينوي على عمل أي شيء قبل أن يتأكد منك بأنك أنت ما زلت تريده وتحبه نصيحة هذه القراءة تقول لك حاول أن تعيد الأيام الماضية حاول أن تتذكر الأيام الماضية التي كنت مع هذا الشخص فيها بسعادة هذه القراءة احتمال كبير بأنكم في علاقة الزواج وبينكم أطفال وهذه البطاقة تدعوك بأن تتذكر الأشياء الجميلة التي كانت تجمعك مع هذا الشخص وتتذكر أولادك احتمال بأن يوجد أولاد بينكم هذه النصيحة لك لا تنسى أولادك ولا تنسى الأيام الجميلة التي جمعتكم مع بعض فهذه السعادة هي سعادة كاملة كنتم أنت وهو تعيشان في سعادة كاملة وهذا الكرت يقول لنا بأن هذا الأمر عودة هذا الشخص إليك ستكون بتوقيت إلهي لا يعلمه إلا الله سيكون فيها عودة ورجوة ولكن هذا الأمر متوقف على توقيت إلهي ولكن تقول لك هذه المطاقة انتظر هذا الشخص أنتظر هذا الشخص هذا الشخص يستحق منك الانتظار هذا الشخص يستحق منك الانتظار فإذا كنت تريد أن تنتظر هذا الشخص فهذا الشخص يستحق منك الانتظار إذا أنت مترقب بأن يقدم لك أي خطوة أو أي تصرف ليعود به إليك هو سيأتي ولكن هذا الأمر يحتاج منك لتليين موقفك قليلا وإظهار حبك ومشاعرك له بطريقة ما وبأنك ما زلت متمسك به لكي يقوى على الحديث معك وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه وهذا أنا أرى بأن هذه العلاقة تحتاج إلى وقت قليلا لأنه هو يريد أن يحصل على الاستشفاء وهناك توقيت إلهي كما قالت لنا هذه البطاقة وإذا كنت تعاني من مشاكل مادية تقول لك هذه البطاقة حلول مادية قادمة طريقة إليك إذا كنت تعاني من مشاكل مادية أنت تنتظر أو هذا الشخص ينتظر الحلول المادية لكي يرجع إليك فهذه الحلول المادية يقول لك هذه البطاقة قادمة بطريقها إليك ربما يكون منتظر مشروع ما عمل ما قد قام به وضع كل أموالي بمشروع ما وهو منتظر لنتيجة هذه الأعمال التي قام بها منتظر أموال ومترقب أموال هذه الأموال ستعود وتحل المشاكل المالية إذا كانت بينكما مشاكل مالية لكن تقول تنصحك هذه البطاقة بأن إذا كان هناك عند بينكما عناد بينكما تنصحك هذه البطاقة بأن تتخلى عن عنادك لتحصل على نتائج أفضل فإذا كنت متمسك بعنادك لن تحصل على هذه النتيجة أظهر حبك له وخفف من عنادك قليلا وانتظر هذا الشخص فهذا الشخص سيعود قريبا إليك شكرا لكم برج الأسد على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله